زراعة الأعلاف الخضراء أو ما تعرف بالشعير المشتق عن الزراع المائية تقنية حديثة لتوفير مادة الحليب والتقليل من التكلفة الإجمالية التي تتكبدها خزينة الدولة سنويا جراء استيراد غبرة الحليب من الخارج هذه التجربة التي لا تتطلب أرضاً زراعية لتوفيرها دخلت للجزائر في الثمانينات إلا أنها وجدت الأرضية المناسبة في الـ 2012 المعظم المربين تعنا شباب لا لديهم مساحة على أرض لتنجل الأعلاف الخضراء 75% من الشباب لا لديهم مساحة لإنتاج الأعلاف الخضراء لهذا نجب لهم هذه الحاوية التي نصنعها هنا في الجزائر الحاوية هذه نحن ندير المعادلة التي يكون لدينا عشب أخضر يكون لدينا إنتاج تحليب معظم المربين تعنا لا يستعملوا العشب الأخضر الزراع المائية من شأنها أن تخلص المربين من تبعية البحث عن الأعلاف التي تشهد ندرة كبيرة في الأسواق بين الفينة والأخرى التقنية هي إدرو معناتها الماء بوني تعمل بالماء وهي التقنية كما يقولون سيجو أخصر من السحقوش تراب ولا مساحة باش ننتجو أعلاف في إطار عصرانات قطاع الفلاحة الذي تعول عليه حكومة لال كثيراً بات من الضروري تعميم هذه التقنية على الفلاحين والمربين مواشي التي من شأنها أن تساهم في رفع إنتاج الحليب والتحقيق نوعاً من الاكتفاء الذاتي